مسائل اتحاد المغاربي في حل مشتلة الصحراء الغربية والمغرب الأرصى السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات تمهيد حظي نزاع الصحراء الغربية باهتمام واضح من مختلف القوى الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية وهذا ما سنرى من خلال تطرقنا لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد المغاربي إضافة إلى الجهود المقدمة من طرف الأمم المتحدة ومشاريعها الأمامية لتسوية النزاع أولا الصحراء الغربية والقوى الأجنبية مسائل اتحاد المغاربي ومنظمة الوحدة الإفريقية أولا الاتحاد المغاربي أعلن عن قيام هذا الاتحاد في فيبري 1989 ميلادي لمواجهة المشاكل الداخلية في بلدان المغرب العربي وفيما يخص المشكلة الصحراوية فإن ميلاد الاتحاد كان بمثابة البداية لإيجاد حل هذه الأزمة التي طرحت بشأنها عدة حلول ومشاريع عربية وإفريقية وحتى دولية فقيام الاتحاد المغاربي سهل تأثيرا من احتمالات التوصل إلى حد مقبول لدى الطرفان المتنازعان والذي بدوره أشار إلى المشاكل التي يمكن أن تعاقل إجراء الاستفتاء وأهمها السرطان الذين سيدلون بأصواتهم في الاستفتاء وبما أن المغرب يعترف فقط بالتردير الدولي للأمم المتحدة بعدد السرطان وهو 175 ألف نسمة وفي المطابر تقدر جبهة البوليزاريو عدد سرطانها ب750 ألف نسمة إضافة إلى أن جبهة البوليزاريو ترى أن لديها 200 ألف لاجي متواجد في الجزار ومن حقهم لإدلاب أصواتهم وهذا ما رفضه المغرب على أساس أنه في سنة 1976 ميلادي ودعت وثيقة لدى الأمم المتحدة من طرف إسبانيا عند رحيلها من الصحراء الغربية تضمنت العدد الحقيقي لسكان الصحراء والمقدر ب175 ألف شخص هنا بدأت المشتلة بهذا الخصوص وظلت التاضية على الطاولة المفاوضات فيجتمع مجلس ووزراء الاتحاد بالجزارة للتفعيل الاتحاد المغاربي ولكن دون جدوى خاصة أن الطاضية الصحراوية يستوجب الحل السريع للوطوف بوجه التحديات التي تعيشها المنطقة بسبب طاضية الصحراء الغربية تميزت العلاقات بين الجزائر والمغرب بالتوتر وخاصة أن الجزائر تستضيف على أراضيها مخيمات للبوليزاريو فهذا المشتر يضع العلاقات بين الدول المغاربية في موقف حرج وفي المطابل لم تتخذ الدول المغاربية أي إجراءات عملية لإيجاد حال نهاي لهذا النزاع وهذا من شأنها يعطل مسيلة الوحدة المغاربية وبالتالي يؤدي لفاشلها وقد أجريت مشاورات في تونس التي تم فيها البحث عن إيجاد سبل للتفاهم بشأن نزاع الصحراء ويفطر الشرعية الدولية المتمثلة في الاستفتاء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد